المدير الفني عنده ملفات بيخلص مش هندغط على أمير لأن فيه فرق بين أمير وأمير في أمير الناجح أمير توفيق وأمير الفاش في أمير الناجح جاب بفايلر وفايلر اختباره الحقيقة مش الدورة بطولة أفريق أنا بتكلم بكل وضوح فلازم فيلر يبقى عنده بطولة أفريق الهدف الرئيسي ويسعى إلى الفوز بيها لإسعاد جامهيري النادلاه غير كده يبقى كلها تفاصيل يبقى فايلر عمل كرة حلوة عمل كرة حلوة وما تعرفش مبينز أنا عارف أنه تحت السن بس لسه برضو ويتنج لسه ويتنج ما خلصوش فيه هل يفجؤون أنه هم راحين يجيبوا مهاجم ومبعدين يجيبوا أحمد حجازي الله أعلم النادي الأهل بيرقص كل الناس في الصفقاء خاصة لما تبقى صفقة خارجية وبييجي أمير توفيق بخصمك في ساعات الحسم أو أيام الحسم وده بيعمل شغل لو ما قدرش أقوله مش عارف إيه لكن بنحاول أن إحنا نعرف أي معلومة في هذا الأمر لا اللي بيقول لي مبينزا أحد الأصدقاء كاتب لي بقول لي مبينزا هيققاية تحت السن لا خدت مكان أجنب لأن الأجانب على المراحل كلها وفي نفس الوقت النادي الأهل شغال في تسويق جيرالدو أو والد أزار وغالبا جيرالد وغالبا جيرالد عايزين واحد على الأقل في يوم يمشي جيرالدو أو والد أزار ما عرفش والله هقول لك موضوع أحد بيسألني صديق عزيز بيقول لي موضوع شيكابالة حصوة ولا فيلم والله ما عرف أنا مش متواصل مع شيكابالة بس ما ينفعش لو حصوة وعمل عملية كنا كلنا عرف أبسط حاجة صحابه وحبيبه هيروح يزوره في المستشفى فلسه ما شفناهوش إلا حاضر يا سيد حاضر يا سيد إيدي يا لابو يا ربنا يشفو يا عفي لا الاستبدال هيبقى الواحد بس مش الاتنين لأنك انت خلاص قيدت قهران حتى لو في الناشئين هيعد إنك انت والله تبقى حركة جديدة دي بتاعت الناشئين هيقيده في الناشئين وبقاله واحد فوق طيب ما كانش حد غلب ما كانش حد غلب يعني جيب مبنزي تحت ويبقى واحد أجنابي من فوق ويبقى لسه لو مقعد تاني يخرب عقلك يا مجر نسأل فيها وندور فيه بتفتحوا عيون الناس على الموضوع يعني جيب حد تحت السن يعيده تحت ويمشي واحد من فوق مش حتى آه لازم ماشي واحد أجنابي بس يبقى عنده مقعد تاني فوق ويرد ويرد ويبقى بيلعب هو فرس تيمي اللي جاي تحت ويرد ولعبة حلوة ولازم نحايل نحايل لعبة الحلوة محمد سعد واللي بيعملولك عمل في شبرخية يا ابن ربك الحافظ يا أبو حميد يا غال يحفظك ربنا يحفظك ربنا انت في ضيافة مين سادة مصراتو الكرشيخ يا ابن ادعيله في امريكا للعلاق ادعيله حبيب ادعيله حبيب ربنا يشفيكم ربنا يشفيكم واشف مرضانا واشف مرضان المسلمين اجمعين عاوز انتقل من حكاية مهاجم الندر الاهلي اللي بيرقص في كل الناس امير توفيق واللجنة ولجنة التعاقدات او لجنة الكرة برئاسة كابتن محسن صالح الى جزئية تانية مهمة وهي فابراكت الواطس اللي منتشرة لكابتن سيد عبدالحفيس كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد عبد الحفيز النهاردة العيالة عاملين له واطس قال يعني بيكلم حمادة صدقي عشان يتمرد وييجي ايه شيء فقل له ايه اخبار يا كابتن حمادة عملت ايه في اللي اتفاني عليه بطس عليك ما بتردش يقول له كنت مشغولش وقا يا بو السيد عشان انا عرف اخد جواز السفر بتاعمل الادارة بس انا مش متطمن يا سيد يرجع كابتن سيد يقول له يا كابتن الطمل ما تقلقش زي ما اتفق هتيجي اي فريق في مصر وبعد اربع شهور هتيجي الاهلاء عندنا تمسك قطاع النشئين كله وبأجرأ اضعاف اللي بتاخده في الهلال طب ايه بياخده في الهلال ده هدين الف دولار هتدله كم في النادل ايه عشان بس تعرفوا الناس مفوتة اضعاف يعني مرتين تلاتة يعني تسين الف دولار ولا مية عشرين الف دولار اضرب بقى في ستاشر ستاشر ايه ده نزل كمان شوية بيقوله بقى بتمانين خمساشر تمانين يقول له يا كابتن سيد انا عايز التأكيد بس من الخطيب نفسه ان الوعود حقيقية قال له يا كابتن الخطيب نفسه هو اللي مأكد علي احنا عايزين نخلص على الهلال من ما تشوم عبلتينيوم يروحوا بمدارب جديد ومشاكل ويخسروا ويبقوا خرجوا من الحسابات خالق يقول له تمام يا كابتن سيد انا ابن النادل اهلي وفي خدمت وطبعا ده بيتي في مصر واهلي هيكون راحة اكتر لها من السودان ده اللي يتأدب وشغل قلتلكو انا على البرامج دلوقت اللي بيلجوا اليها ليه اهو ويقول لك فوق ايه سيد الحافظ المتعصر خلي بال سيد الحافظ اللي بيتتسم اهو وييجي اللي بعديه اهو الحوار اهو 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 فاحنا فبركت الحوارات دي اللي بيفبركها ما بيرعيش البعد الاخلاقي او البعد الوطن اخلاقيا انت تجذب على الناس وبتفبرك وانسان خين ومعندكش ضمير ومعندكش ضمير حمده صدق ساب الهلال فرأيانا ده غلط رأيي الشخصي غلط انفعش بتا لسه ماشي وبالكش شهر سافرت في ايه ورجعت في ايه كابتان حمادة هم مشوك ما مشوكش سافرت في ايه ورجعت في ايه وقلت لما عرفت ان حسام 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 ماشي وكان معايا المواصفة حمد فرج العامل على التليفون قلت يعني نسيبي يعني انت بتجيبها حمد صد المعلومات انك هتجيب حمد صد قال لا مش اقول دلوقت انك تيجي يا كابتان حمادة دلوقتي ماشي يا سيد يعني مش بالطريقة دي لان احنا ما بنصدق ان المدربين المصريين يسافروا دولة عربية ويتولوا تدريب فرقة كبيرة انت بترايح للهلال والهلال والمريخ زي القالي والزمالك في مصر يبقى انت ليه 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 تعمل كده ليه تسيق للمدرب المصر قلت بقى ان ده من مؤامرة الاهل دي من هيافة